ايه الاجراءات اللي ممكن نقولها ونعملها عشان نخرج من هذه الفكرة المليئة بالمعاني السلبية اللي بتخلي حياة الانسان ديئة جدا ويتحبس احنا مش دائما نقول اللهم انا نسألك ان تحرر رقابنا من اهم الحاجات اللي محتاجين ان ربنا يحرر رقابنا منها هذه الفكرة المغلقة اول حاجة اول اجراء ممكن يساعدها اسمع الناس من غير احكام وجرب لما تسمع الناس من غير احكام جرب تشوف الناس وتشوف ايه الخير اللي عندهم تاني اجراء جرب تعمل الحاجات اللي بتعملها دايما ولكن بطريقة مختلفة وجديدة تالت حاجة احرص انك تتعلم كل يوم حاجة جديدة وتتدرب على مهارات جديدة وتسمع من حد جديد الحاجة الرابعة والاخيرة حاول دايما ان انت اي حاجة تشوفها شوف الجمال اللي فيها لان كل ما ترب نفسك على رؤية الجمال هتعرف ان الحاجة مش قبيحة وسيئة شوف حتى الجمال اللي في السيء وفتكر ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما شافش شاميتة لميمونة فإن اللي حصل قال هل لانتفعتم بإيهابها حضرت النبي ما شافش الجمال بس ما شافش الجمال في القبيح في الميت في الجيفة لكن امرهم كمان ان هما ينتفعوا بالجميل اللي في القبيح يا رب جعلنا على الدوام من اهل رؤية الجمال وجعلنا على الدوام من اهل رؤية كل هذه الالوان التي وسعت بها علينا يا رب العالمين